نخش على قصة في التريند المصري قضية فيرمونت اللي انتوا حكوا مرتوا عليها هي القضية طبعاً ظهرت في يوليو اللي فات كان عبارة عن منشور على الشبكات الاجتماعية من مجهول بيتكلم على اتهام بعض الأفراد من غير المسمى ثم تم اتهام الأفراد ثم دخل المجلس القومي للمرأة لاحقاً بحماية ببلغ وعمل استماع وقدم الشهود ثم في أغسطس الناعب العام قرر قبض على المتهمين بعضهم هرب جابوهم تاني جابوا تلاتة من لبنان لكن في ناس لسه هربانة وبعض الشهود اللي تقدموا دخلوا المتهمين في القضية فالقضية مستمرة اللقطة الجديدة ان بعض المتهمين تم اخلاء سبيلهم منهم نازلي بنت الفنانة العمروسي وكان المحام بتاعها لتصريحات لها علاقة وتصحديت يعني اثارت جدل كبير جداً على الشبكات الاجتماعية ده كان مع أستاذ عمر أديب اه بزبط كان مبارح مع أستاذ عمر أديب وكان فحوى التصريحات دي لها علاقة بأنها بنت الفنانة العمروسي عندها ظروف نفسية ربما حبسها الكتير يؤدي لأنها تأذي نفسها قالوا بنسبة 20% يمكن يؤدي للانتحار فده على حسب وصف السيستر العود المحام وهي بتتكلم وهي طالبة النائب العام كزمانة تدخل وكان فيه تصريحات لولدة أحد المتهمين فالقصة مليانة والدة أحمد الجنزولي كانت بالعناية المركزة وتكلمت وبكت ونجدت السيد الرئيس فالقصة مليانة تفاصيل ده بقى كان ترند؟ آه ده كان ترند وكان ناس مهتمة جدا بها القضية ترند بشكل عام هي شائكة وقضية مطيرة للشاهية وللنميمة بس فكرة الاعتماد على أن 20% قابلة للبنت عندها حالتها نفسية ممكن تؤدي للانتحار ده ما دي ممكن يعتمد عليها كل الناس التاني عشان الإفراج بعد كده هي مش كلام كده ده في لجنة طبية والنائب العام بيستدعي لجنة وبيتأكد منها وبتكتب له تقرير معتمد لا شغلانة يعني مش أي حق دي بيقول أنا مخلول ويروح مع اسمعين ياسين فيقول له روح خلينا نقول معظم الناس اللي بيتم اتعامها أو الجرائم بحد ذاتها معروف انها مش لناس دايما بيبقوا ستيبل يعني مش بيبقوا متزينين طيب نخرج شوية كده